اشتركوا في القناة كل هذه المنظومة الأخلاقية تتجاوز الحيوية تتجاوز قانون الأحياء وتتجاوز قانون الاجتماع وتتجاوز قوانين السياسة بل تتجاوز المصلحة الشخصية انتهى يمكن أن تأتي بألف ظاهرة وتفلح في تفسيرها على أنها تخدم مسألة حيوية مفهوم كما يفعل الماديون التطوريون مفهوم وأنت ستنجح إلى خطوات محددة فقط ثم ستخفق إخفاقاً ذريعاً سنثبت هذا بسرعة يمكن أن تثبت أيضاً أن أشكال التعاون والإيثار والتراحم والتكافل بين البشر في المجتمع الواحد تفرضها طبيعة الاجتماع الهيئة الاجتماعية إذا أردت أن تخدم فاخدم إذا أردت أن يحق لك فحك لغيرك تتفرتات كما يقولون واحدة بواحدة مفهوم ويمكن أن تأتي بأمثلة كثيرة على هذا ولكنك ستفشل فشلاً ذريعاً أمام ألوف بل ملايين الحالات التي يجد الأنسان فينا مؤمناً كان مرة أخرى أو ملحداً نفسه متوجهاً نازعاً بل مضطراً مندفعاً وتريد أن تجتثته من جذوره وتبيض خضراءه إلى أعدائه وقد يضحي نفسه أو شيئاً من نفسه وبدنه في سبيل إنقاذ طفل العدو هذا أو هذه العجوز للعدو أو هذا الشيخ الكبير للعدو فسر هذا هنا لا يفلح أي مادي أن يفسر لا قوانين الاجتماع ولا قوانين البيولوجي ولا قوانين السياسة ولا المصلحة الشخصية ولا أي شيء والكل يجد نفسه في هذا الموقف بطريقة أو أخرى بعض الملاحدين الشرسين إن جاز التعبير القساء لكرول يعني القساء يحبون أن يثبتوا أننا منسجمون تماماً مع نموذجنا المادي الإلحادي نحن لا نحب ولا نسمح للرحمة والإيثار وهذه المعامي الضعيفة التي ابتدعها الضعفاء من البشر وأرادوا على طريقة نيتش أن يخدعوا بها الأقوياء والأغنياء والمتنفذين لن نسمح لشيء منها أن يتطرق إلى ساحة نفوسنا نقول لهم لن نقول كذبتم نقول أنكم متأدبين نقول لهم أخطأتم تجدون أنفسكم المرة تلو المرة مضطرين أن تكونوا لطفاء ودعاء مع آبائكم وأمهادكم وأنسبائكم وأرحامكم وأقربائكم وأصدقائكم هنا طبعاً يسقطوا في أيديهم ويكشفون أمام أنفسهم يفتضحون ويرون على المكشوف عياناً بياناً شهاراً نهاراً كما يقال أنهم لا يعيشون بنموذج واحد إذن يستحيل أن تعيش بهذا النموذج المادي ومقتضياته يستحيل أنت تريد أن تسلق البعيد كحيوان وحش لا تستطيع كذئب شرس لا يعرف مبادئ الأخلاق ولا للتعامل الرفيع اللطيف لا تستطيع تفشل يا رجل لأن طبيعتك تفرض عليك شيئاً آخر الطبيعة المؤسسة على النهائي فيك تعرف ما هو النهائي ما لم تصل إلى تقرير هذا النهائي ستبقى دائماً في تعب وفي نصب في لغوب مستمر النهائي ونفخت فيه من روحي نفخت فيه من روحي فيك عنصر مفارق فيك عنصر من الهنالك ليس من الهنالك يفرض نفسه باستمرار والآن لم يبقى بين يديك لكي تلتم على نفسك تجمع شهفك وشملك لكي تكون وحدة واحدة لكي تستقر عقلياً ونفسياً وبالتالي سلوكياً وعلى فكرة تعريف العبد الفقير للصحة النفسية هو هذا أن يكون الإنسان جميعاً أن ينسجن فيه المكون العقلي والعاطفي مع المكون الظاهري السلوكي إذا السلوك التأم به وانسجم واتسق مع العقل والعاطفة والقناعة والشعور والأحاسيس الإنسان يكون مستقراً نفسياً وعقلياً يؤت الحكمة يكون حكيماً بمعنى من المعاني يكون ثابتاً قاراً يقدر ما تصبح حشاً وضعيفاً وأقرب إلى التحلل العقلي والشعوري يعني ممكن أن تجن على فكرة فيه ناس أستاذ جامعي وهو مجنون في مقاييس الطب النفسي يكون مجنوناً وهو أستاذ جامعي انتبهوا مجنون ويعيش حياة جنود مسكين ويشقى به من حوله من أهله وأدنى الناس إليه وأمسهم به وأمسهم به رحمة وقربة هو في العقلي وبظن نفسه أستاذ جامعي يا أخي عنده شهادات عليا مجنون مجنون غير متسق متشرض المسكين ممزق يريد أن يعيش بأكثر من نموذج صعب طبعاً يفعلها لكن صعب أن يفعل ذلك وأن يكون ماذا؟ متسقاً وواحداً ومستقراً لن يكون سيكون غير جميع سيكون جذاذات وهتامات متنازعة ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطط الطير أو تهوي به الريح شيء عجيب إشارات أكثر من عجيبة ويقول هذا هو المشرك المشرك ممزق ليس ممزق بدنياً جميع بدنياً جميع مجتمع لا لا ممزق في مستوى النفس والروح في مستوى الخيال في مستوى العقل والتعقل الممزق المسكين يا إخواني هذا أكثر ما يهمنا في قضية التوحيد يا إخواني أن يتوحد البشر يتوحد الإنسان وإذا توحد الإنسان بهذا المعنى وبالضبط هذا سيكون أحد أكبر أهداف الدين وأحد الجواهر الأساسية في الدين وفي التديون وما لم نحقق هذا ونأتي نعبث بالدين ونعيد تأويل الدين كما فعل يهود والنصارى والمسلمون وكل أهل الأديان يعني بالذات السماوية والشرائع السماوية ستعود الأديان أو الشرائع السماوية لعنة على أصحابها وعلى العالمين سنعيد تأويل الشرائع الإلهية القور إلهي النص الإلهي لكي يخدم ماذا؟ لكي يخدم نسبياتنا الصغيرة التي مزقت البشر لكي يخدم النزعات القومية والوطنية واللونية والعرقية والأهوائية والمصلحية والأيدولوجية هذا ليس الدين هذا يكذب من يزعم أنه الدين لأن الدين يزعم هذه دعوة الدين أنه من عند الله أنه من عند رب العالمين هيا أثبت لنا أنه رب العالمين حقا ليس رب المسلمين وحدهم ليس رب اليهود وحدهم ليس رب المسيحيين وحدهم